يا ميزان في عندك هروب من شيء شيء انت خايف منه حاجة متوقعة مسلا متوقعة انها بتحصل وبتهرب منها عملت حاجة غلط وخايف حد يقنبك في حالة هروب واللي هو لو تواجهت حتواجه بعنف شوية فبتفضل الهروب لانك مش عايز تواجه لان لو اتواجهت حتكون مواجهتك عنيتها شوية انا بنصحك او التهو بينصحك واجه ما تهربش بس واجه بدبلوماسية حاول تحل الامور بهدوء بالراحة وبإذن الله كل شيء هيتحل زي ما قلنا الميزان وهو معتدل وعنده اتزان في كل حاجة مشاعره متزنة والمزاج يعتبر معتدل ما فيهوش تقلبات كتير المزاج ان شاء الله معتدري وكمان الكارت ده بيدول يا ميزان انت لو في علاقة فالعلاقة كمان متزنة يعني ما فيهاش مفيش مثلا عطاء بالزيادة مفيش او مثلا بعد او اسوأ بالزيادة كل الشيء متزن يا ميزان فيه شخص بيحبك انا ما عرفش يعني كل واحد على حسب حالته شريكك اللي معاك بيحبك جدا وعايز يقدم لك حاجات كتير يعني نفسه يقدم لك كمان اكتر من هو بيقدمه لك اللي لسه مش في علاقة فدي علاقة جديدة فيه شخص حيقرب منك وحيعرض عليك عرض وحيعني هيقدم لك شيء في كلت الحالات حاجة حلوة جدا 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 الحالة المادية يا ميزان فيها تحسن ان شاء الله تحسن كويس قوي ده 10 of pentacles العيلة كلها هتكون ملمومة حواليك وبتهنيك على الخير الحمد لله اللي جالك ده والتطور المادي اللي انت في ده بسم الله ما شاء الله الله ربنا يزيل بيبارك الايام دي انت صاحب سلطة وقرار يا ميزان مسيطر على الوضع بتاخد قرارات شديدة قرارات مهمة وقرارات مصيرية نمتبه للموضوع ده لو قرار مصيري نخلي بالنا لان في حد برضو جنبك هنا يمكن بينصحك نصايح مش دقيقة مش كويسة للوضع اللي انت فيه دلوقتي خلي بالك من النصايح اللي بتتقالك ركز فيها ودورها تاني في دماغك قبل ما تقوم باي خطوة بالذات انك انت دلوقتي بتاخد قرارات مصيرية زي ما احنا بنقول فيه خوف ما فيه شك فيه حاجة مخوفك فيه حاجة قلقك النوم عندك مكترك شوية الآن فيه قلق فيه هنا كمان بسم الله ما شاء الله يا جماعة احنا وصلنا 3k انا مش مصدقة ازاي ويشكوا حلوة علاية كده ايه الجمل ده 3k الحمد لله يا رب الكارت ده بينم عن الخير فيه خير جايلك جاي في اتجاهك انت وجايلك بسرعة شديدة الخير ده يا ميزان ممكن تكون عملته في حد ودلوقتي بيرجعلك الخير ده ممكن يكون حاجة انت كنت منتظرها من فترة عملت مجهود جامد فيها بازلت فيها مجهود شديد وما اخدتش المرضود بتاعها فوقتها دلوقتي هتاخده ان شاء الله جايلك المرضود ده قريب جدا المطلوب منك بتقولك لازم تقرب من ربنا الفترة دي تتعبد كتير وتتكلم مع ربنا فيه اسرار كمان عندك يا ميزان واضح ان فيه اسرار خلي بالك لا تتفشي فيه كمان الكارت ده بيدل على ان السر بيتفضح اما انت هتعرف سر عن حد قريب منك او سر ليك انت هتعرف خلي بالنا الموضوع ده مهم جدا ده مجهشان الساحر الساحر ده نهاية وبداية يعني فيه شيء بينتهي مرحلة تنتهي وبتلحق بيها مرحلة جديدة على طول مرحلة دي انت اكثر خبرة فيها الساحر ده معاه ادوات كتير جدا زي ما بنقول معاه العصى ومعاه الكوباية والكوين معاه كل الاربع ادوات المهمين في حياتنا ففرصك كتير يا ميزان هتعرف تستغل لها كويس لان عندك الزكاء وعندك الادوات انك انت ازاي تعرف تستغل الفرص دي لمصلحتك انت وده افتكر ده اللي هيسبب التطور في الحالة المادية دي نركز ونصحصح ونشوف الفرص ما نعديهاش ونعرف نستغل لها كويس نلخص القراءة محبوب من حبيبك يا برج الميزان حبيبك بيحبك بجد حقيقي ونفسه يدي لك حاجات كتير جدا الناس اللي مش مرتبطين في علاقة في شخصة حيتقدم وحيكلم وحيبوح بالحب بتاعه في هروب من حاجة يا ميزان لو بتهرب من حاجة واجهها واجهها بصورة بطريقة منطقية وبهدوء من غير عنف حتى لو كنت غلطان مفيش مشكلة مبلاش اسلوب قلب الترابيزة اللي هو علشان يعني يخدوهم بالصوت ده لا لو غلطان اعترف بغلطة واللي قدامك اكيد هيغفر وحيعدي الموضوع عادي جدا حزمة القرارات اللي بتتاخد دي نخلي بالنا اللي بينصحنا جنبنا ده شايفين هزا الكائن ده بينصحنا صايح مش كويسة ما بنقولش ان ننحيه لا خليه موجود بس اي حاجة اقولها لك عيد التفكير والنظر فيها ادي القراية الاولى الحمد لله حلوة جدا يا ميزان ان شاء الله مش باين عندي صفر مش باين عندي اي حاجة من الحاجات دي بشكرك يا هالا انما اللي يهمني الحالة المادية الحمد لله انها متطورة وزي ما قلنا ما ننساش نقرب من ربنا اكتر الفترة دي حتى على سبيل الشكر على الحالة المادية اللي بتتطور دي الحمد لله ربنا يزيدكم ان شاء الله وشو حلوة على الناس والله فعلا يا نونة وشو احلى مرة اعلى ارقام شفتها في حياتي يعني مش عارفة اقولكم ايه الميزان انا مموت فيكم انا كل يوم هو الميزان كل يوم يا سير ahh if you dont speak arabic I am afraid you wont be able to understand this live بس your most welcome here but your name looks arab يعني اكيد you understand يعني ان تشazar من spirituality يا دي مهلو حبيبي لا لا الناهورده لا ارده لازم هنقول اردين المجانية مش واحدة اتنين اوكي والاساني اللي هيختروهم ولاء واحمد هما اللي هيبعتوني الاساني ياروشا I love you more حياتي تسلميلي انتي اوكي تمام هقول الحوت طبعا يا محمد الحوت هيتقال ان شاء الله قريب جدا جدا الناس اللي انضموا لينا جدر للصفحة منوريني اهلا اهلا بيكو اعملوا فالو وشير قصدي فالو و لايك للصفحة علشان ما يفوتكوش الفيديو اللي جاي الحوت هيتقال anytime now يعني ممكن خلال الاسبوع اللي جاي ده علشان ما يفوتكوش الفيديو اعملوا فالو للصفحة يجي زي كده والله كنت قولي الحمد لله يا رامز الحمد لله كويس جدا اه يعني بيحبوا فعلا منا منا ارتاح يا منا رياحي شوي رياحي منا شوي ما هو يعني احنا ما اختلفناش على كده ما هو بيحب فعلا هنهزر يا ربي خليكي يا سمام سهام تسلنيلي حببتي يا فعلا عشان غلط ركو ايوه ايوان ايوه يواجه ويبطل هروب طيب تعلمش في الحالة العاطفية بقى للميزان اخبارها ايه لا 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 انا مش مصدقة احنا قربنا على 4K انا مش مصدقة لا 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 انا عايز اوصل 4K مانيش دعوه مانيش دعوه انا عايز اوصل 4K يلا يلا شير 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 كمان بس مش كتير قوي عشان محاش حصلوا بقى لا خلص 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 خلينا كده حمد الله حلوقي قوي عشان طيب الحالة العاطفية المرحلة الاولى من برج الميزان نقول بسم الله الرحمن الرحيم اسمعينتي بالذات ها تعالوا بقى نشوف الموضوع الميزان عايز ايه الميزان متكتف يا جماعة بسوا عامل ازاي متكتف مش عارف ياخد حركة ولا خطوة ليه بقى خايف السمم غيمة مش شايف قدامه هو مش شايف قدامه الخطوة اللي جاية دي هل هتبقى صح هل هتكون غلط فهو قرر ان هو يقعد مكانه ما ياخدش اي خطوة قالك مش هتحرك بس هو متدايق من الوضع اللي هو في ده نفسه الحالة دي يخرج منها 4K الله اكبر واللهم صلي على كامل النور نشتدها نفسي يا جماعة لا نحن لازم نحتفل لازم نحتفل بجد شكرا بجد شكرا بحبوكو قوي بجد هنا بقى في مشاكل بالهبل بالهبل عنده مشاكل حتى مش قادر يشيلها مش قادر يرفعها حتى من على الارض فوق حتى مستوى تحمله فوق ما هو يتحمل نبسه برضو في مساعده عايز مساعده من الشريك واخد بالك Queen of Wands ده الميزان شايف شريكو كده Queen of Wands دي هو مش دوري تكون دي ممكن يكون ده Queen of Wands ده شخص قوي شخص عائل شخص بيتحمل مسؤولية شخص جدعه بيشوفه شخص جدعه من الاخر وعنده عطاء بصوا ماسك وردة يعني عنده الاتنين ماسك عنده الحاكتين عنده الحنان والحب وعنده القوة الاتنين مع بعض ففيش احلى من كده شايفت بصوره حلوه جدا يا ميزان قصدي انت يا ميزان شايف شريكت بالصوره دي الطاقة ما بين الميزان وشريكو هدف فيه هدف هو انتو بتسعوا ليه انتو الاتنين وعايز أمش هترتاح وكل ما توصلو له الناس دي لو هم متجوزين فالهدف ممكن يكون انتوا uعلم بيه المهم انو الاتنين على نفس الصفحة انت وشريكك يا ميزان على نفس الصفحة هدافكم واحد شريكت بقى يا ميزان حاسس بخسارة حاسس باتدج على كتافه وحاسس انه هو مهزوم وخسر خسر شيء كبير جدا. نفسه نفسه في حالة مادية احسن ممكن يكون دي حاجة كمان من حاجات اللي مقصرة عليه انه نفسه حالته المادية تكون احسن. وشايفك ازاي? شايفك اساس قوي جدا. اساس ممتاز. بس محتاج شغل. في حاجات موقفة الموضوع. في حاجات لازم تشتغلوا عليها انتو الاتنين مع بعض. في شيء هيحصل الفترة دي. دي حالة انتصار. العلاقة دي هيحصل فيها حاجة. يعني مش عارف اقول هي فرحة. عمتن هي فرحة. لو كان في فراء الفترة دي وانتو بعيد بما ان انا انا شايفة انه هنا ده متكتف مش عارف يتحرك. وده حاسس بخسارة. فانا حاسة انه ممكن يكون حصل فراء. او مش شرط فراء. بمعنى فراء اللي هو انتصال او طلاء او ان انتو تسيبوا البيت. حتى فراء انتو بعادة عن بعض. في بيت واحد ومع ذلك منفصلين يعني. في حاجة كويسة هتحصل للعلاقاتي. هتحتفلوا بحاجة. فيه رجوع. فيه شوية حيرة طبعا. مرحلة اللي بعدها. زي ما تقولوا انتو في عملية تحول. يعني انتو كنتو في حاجة كنتو في مرحلة كنتو بعاد او كنتو ما كنتوش مع بعض. وبتديتو ترجعوا. ففيه شوية حيرة مش عارفين تتعاملوا مع بعض بالطريقة المزبوطة. لكن برضو هتقدموا لبعض حاجاتي. يعني انت هتقدم له حاجات يا ميزان. والشريكك هيقدم لك حاجات في المقابل. وهيبقى فيه جو والفة كده. والموضوع هيبقى كويس جدا ان شاء الله. اللي همني في الطاقة انو كنتو الاتنين رايحين لنفس الهدف. دي اكتر حاجات همني. زعل. حاسس بخسارة. شريكك خايف ياخد اي خطوة. الميزان يعني مش عايز ياخد اي خطوة وثبت مكانه. مشاكل كتير. عايزين فلوس الحالة المادية. عايزين تطور كل دي مشاكل. طول ما الهدف واحد. كل داية حال. ان شاء الله كل داية حال. وشاء طبعا شايفين بعض بصورة حلوة جدا العلاقة كويسة بازن الله وهيحسب فيها تغير الفترة اللي جاية. ما تفقدوش الامل يا جماعة. طيب. الى برضو حلوة. لا 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 الله الله اكبر الله اكبر باسم الله ما شاء الله. فعلا بشكرك يا رانيا. آآ يعني ايه برج اتقارى كم مرة. البورجي بتقال مرة واحدة في الشهر يا ام محمد.